نحن نتكلم على قضية المتانة في التنظيم الأولويات والجانب المرونة وعليش كنطيحه هنا وما كنطيحه هنا إذن كنا عندنا الأمر الأول هو مسألة التجرد والإخلاص لكلام الذي نستقبله نحن كنا عندنا واحد المشكل وهو ما يشطلع عليه كي يقول العرب كي يقول كثرة المساس تبلد الإحساس مثلا مليك تكون واحد للحاجة مثلا رطبة كيعجبك مثلا تبقى دوز على يدك حتى نهار كي يبدلو داركم طلامط أول مرة كتقدر ديك ها ودي لها ديك بحلكة وتشوفكي تبدلون كتعود ديك لها ما كنا درناها مش يشك كتعجبك لكن شحل غديرها قاعد نهار الأول الثاني الثالث الرابع من بعد السحر ديه لغا يمشي فكي يقول كثرة المساس تبلد الإحساس احنا من كثرة ما سمعنا من الكلام لا على مستوى الوعظ والإرشاد بل احتى على مستوى العلوم الشرعية بالنسبة للطالب اللي هناك يتحركوا شي شوية يطلبوا الفيقو والجويد وكذا ثم من كثرة ما سمعنا مثلا من الكلام المتعلق بقضية شكية اسمها شي دي التنمية الداتية والتنمية البشرية هذا موضوع اخر ما ندخلوش في التفاصيل دياله المهمة شي دي التربية السلوكية وتحديد الأهداف وكذا ومن هنا من المهم تدبير الأولويات ومن هناك تعرفوا شي الكوتشينغ مثلا إلى آخر هذا شي يقول له عشنو درنا احنا قلبنا الآية سيناع الله بن عمر وجنده رضي الله عنه كلهم كانوا تيقولوا هذا الكلام يقول لك كنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نؤتى الإيمان قبل القرآن ثم نؤتى بعد ذلك القرآن فنزداد به إيمان قال لك ثم صرتم هذا ركيد وغير ما بين زمن الصحافة زمن تابعين قال لك ثم صرتم تأخذون القرآن قبل الإيمان ويأخذ أحدكم القرآن كله ولا يدري ما عمله ولا ما آمره ولا ما زاجره ولا ما خبره وعدد أمورا كأنه يقول احنا أول ما خدينا كيتكلم عن الصحافة رضي الله عنك احنا أول ما خدينا خدينا الاستعداد للتغيير ثم خدينا منهجية التغيير احنا أول ما كانوا بدأوا به كانوا بدأوا ناخده المنهجية والاستعداد ما كانش عدد فيكم هنا بدأوا واحد النار واحد الريجي واحد نبداهم واحد رات الدراري مش عندهم مثال تالشاب الله صال فهمتين وثلتمائة وخمسين قرام ديال الروز ثلاثة مايز طون والسكوات والسدر المهم واخر امتا كنت سقطو في الريجيم احنا مع اول قصرية ديالكسكسونار الجمعة كتدخل وصابة عليك الشتوفك الكز وكتدخل وتتبالك الوليدة تتحطى ديالك القصرية القصرية فيها ضير شحال هذه يا مدابا دبا كتحط سميد وكتسلم عليه وكتقوله امتا سيكونكم زيان في حقيقة ما فيها بس مفيد لماعي ذا وغير بدأوا فكيبلك نعمسيدي وانت يالله داخل وصبع لك شتوفك تقف قف تطلقان عما سيدك سميثام السنتر محطوط الوسط اما دجاج ولا الحم الوليد العرفات كيفاش تفنن ذاك الحميم صات من الفوق اه ذاك الفن وتلتنين ونبدأوا عاوة تانية شو اللي وقع اللي وقع هو اننا اخذينا منهجية لان البلانين مثلا ديال الريجيب اللي انت ديره علاق باللصال ولا انت ديره علاق باللصال وانت تتعلقو تتعلقف تتعلقف مثلا غالبا مثلا بالنسبة لبنات غالبا تعلقوه في تلاجة لانو كيقول لك احنا ندخلوا لكو زينا ونقصوا يكون قدامنا البلانين كذا ودراريب كي ديرو في تليفون اللي يديرو في جيبو اللي يعلقو في البلصال اللي هو كي نعاس لكن من النوع اللي دار ديري لك زعما بيتك انت واخوك كذا ركا تعلقوا فيه كنت من الاقليب اللي كي نعاس في اقرب سداري موجود فاركت ديرو في ورقة وديرو في جيبو اللي كي نقول لك خديتي المنهاجية ياك لكن الاستعداد فيناو استعداد لتطبيق المنهاجية هو لي ما كي وكي تقول في حقيقة هاد البروغرام هدا مش هو هذا كناخد واحد البروغرام خور كي ينحسن منه وغنجي وغلقوا نفس المسألة من اللي كعدد فيكم هنا ادخل في واحد المساق دي التكوين علمي في تليجرام مثلا كي يقول لكم مثلا واحد تلت شهور علمي وصل الرمدان وغدينحفظوا البقرة ونقرأوا التفسير دي لها وتدخل في البرنامج كتضرب فيه النهار اللول الثاني الثالث شو ياتي يقول لك راكين واحد البرنامج زوين دي العلم الحديث كتقول في حق علم الحديث را موهم الواحد يبدأ يعرف راك نسمعه ضعيف صحيح ما عرفناش دك شي وقد دخل في برنامج لاخر وكتلوح اللول وكتجي التالث وتي يقول لك راكين واحد البرنامج مزيان على قديد كيف تدبر وقتك هذا هو اللي يخصني شو هذا لا الله اللي هذا هو اللي يخصني وتدخل لي وكتلوح هذوك الجوج اللولين وكتلقى راسك داز تلت شهر وذوك اللي يدخلوا معاك البروغرام اللول حفظوا البقرة وعندهم التفسير دي لها وعرفوا كيف يتخذوا الأليات دي للتدبر انت ما حفظتي بقرة ما تعلمتي حديد ما رتبتي وقتك ما طفرتي ما سكدتي مهنيت مهنيتين وتليفونك ستوقاج دياله وقد يتطردق بكترة هذوك الفيديوهات اللي كي يوصلوا وقد قلوا هذي حطة تنبعد نشوفها هذي تليل هذي تلك المنهجية كينا لكن الاستعداد بقيمة كينا القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري